بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد حضرات السادة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فعطفا على ما قلناه في الحلقة السابقة مما يتعلق بأساس التشريع والمعبر عنه بقلة التكاليف نبين اليوم أن قلة التكاليف هذه دعوة للاتحاد والقوة في كل المجتمعات الإسلامية ونحن نعلم أن الاتحاد والقوة مقصدان أساسيان من مقاصد الإسلام فقلة التكاليف تفتح الباب للتنوع والتكامل والاجتهاد والرأي وفي الوقت ذاته تضيق مساحات الاختلاف المؤدي إلى التعصب والتشدد وما يتبع ذلك من انقسامات تبدو معها الأمة وكأنها أمة ذات دينين أو أديان مختلفة استمع معي لقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه وكأنه صلى الله عليه وسلم يفضل إلغاء تلاوة القرآن مع عظيم فضلها ومنزلتها عند الله إذا أدت هذه التلاوة إلى نزاع واختلاف في القراءة أو في التفسير وقد أكد على هذا المعنى في حديث آخر يقول فيه إنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف في الكتاب وأصل ذلك كله في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وقد تعجب أيها المشاهد الكريم وأنت تقرأ قصة موسى وأخيه هارون عليهم السلام من أن أولوية الألفة والاجتماع والاتحاد قد تسبق في بعض الأحوال أولوية الإيمان بالله تعالى وقد قص علينا القرآن الكريم أن موسى عليه السلام حين ذهب لمناجاة ربه وترك أخاه هارون مع قومه حدث أن ارتد هؤلاء القوم عن دين التوحيد فلما رجع موسى إليهم غضبان أسفا مما أحدثوا من الردة ومن عبادة الأصنام ألقى الألواح من الغضب وأخذ برأس هارون يجره إليه ووجه إليه اللوم والعتاب كيف بقيت مع هؤلاء المرتدين وما الذي منعك من أن تتركهم وتلحق بي وكان جواب هارون لموسى عليه السلام خشيتوا إن تركتهم أن يتفرقوا وكأن هارون عليه السلام وازن بين ضررين بقائه مع قومه على شركهم أو فراقه المشركين وما يترتب عليه من تفرقهم وتبددهم إن هو تركهم والتحق بأخيه وواضح أنه عليه السلام آثر الأولى على الثانية بما يعني أن الفرقة والتنازع والاختلاف لا شك أشد ضررا وأسرع تأثيرا في تدمير المجتمعات وتقويض بنيان الجماعات من تأثير الوثنية والشرك ولا تعجب أخي المشاهد من المقايسة بين ضرر الشرك الذي ينشأ من الاختلاف والتفرق وما يقرره العلماء من أن الضرر الأول أهوا من الثاني والعلة في ذلك أن الشرك وإن كان شرا مستطيرا إلا أنه لا يستعصي على الهداية والعودة إلى الإيمان بالله تعالى بدليل أن كثيرا من الأمم والشعوب تحول على أيدي الأنبياء من ظلمات الشرك إلى نور الإيمان وذلك بخلاف مرض الفرقة والتنازع وما ينتهي إليه من فشل لا يرجى معه أي أمل في علاج أو إصلاح واعتبر بقوله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم ترجمة نانسي قنع